لقاءات الحكومة مع مجالس المحافظات تؤكد على أهمية الشراكة بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق تجربة لا مركزية والسعي لحلها ضمن الإمكانات المتاحة بتلك الكلمات بيّن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهمية لقائه برؤساء مجالس المحافظات وأضف الرزاز أن اللامركزية جزء من مفهوم النهضة الشاملة والتي يجب دعمها وحل المعضلات التي تواجه تطبيقها وأكد الرزاز على ضرورة مأسسة أولويات عمل مجالس المحافظات مضيفا أنه لا بد للمجالس المنتخبة أن تعكس الأولويات التنموية في المحافظات وكان رؤساء مجالس المحافظات تطرق في مداخلاتهم إلى التحديات التي تواجه تجربة لا مركزية وعملها اليومي ومنها إجراء تعديلات على قانونية لا مركزية والأبنية وقوانين ذات علاقة بعمل المجالس بهدف تذليل العقبات لإنجاح تجربة لا مركزية وتوفير مقر لمجالس المحافظات وتحفيز الاستثمار والتأكيد على أهمية دور الإعلام في توضيح عمل المجالس واستحداث وزارة مختصة بعمل المجالس وأن تكون وزارة الداخلية ما ظلت عمل مجالس المحافظات بدلا من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حقيقة كان لقاء إيجابي اليوم مع دولة الرئيس بما يخص مجالس المحافظات وكان في اللقاء جميع رؤساء مجالس المملكة وحضر اللقاء أيضا اللجنة الوزارية ومعالي نائب رئيس الوزراء رجال المعشر حقيقة تفائلنا بعد رقاء اليوم مع دولة الرئيس حيث أنه الحكومة السابقة لم تسلط الأضواء على مجالس المحافظات بل وكانت مهمشة هذه المجالس بالنسبة للحكومة السابقة حقيقة تكلمنا مع دولة الرئيس على أهم المشاكل والهموم والثغرات التي تعانيها هذه المجالس ولخصناها بعدة بنود أهمها القانون المقزم الذي حدد من صلاحيات أعضاء المجالس وعدم جهزية الحكومة بتوفير أدوات العمل لأعضاء المجالس لتسنى لهم خدمة المواطن على أفضل وجه والبند الثالث وهو الأهم حقيقة بما يخص موضوع تنفيذ مشاريع موازنة الـ 2018 والتي تم إقرارها من قبل أعضاء المجالس حيث أنه هو الدور الوحيد الذي يمثله هذا العضو بأن يقر هذه الموازنة وتم إقرارها بحيث أن يتم البدء بطرح العطاءات وتنفيذ هذه المشاريع إلى الآن لم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط يكاد لا يذكر من هذه المشاريع ووعد دولة الرئيس بلقاء قريب جدا خلال مدة أسبوعين وأن يتم في اللقاء القادم إيجاد الحلول السريعة لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من مشاريع الـ 2018 في حادث مروري مروع بمنطقة الخالدية في محافظة المفرق توفي ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح وردود صباح اليوم إثر تصادم وقع بين مركبة صغيرة ومركبتين فقيلتين عزته إدارة السير عفوا إلى مخالفة قواعد أولويات المرور وعدم تهدئة السرعة عند الاقتراب من التقطع ست وفيات وإصابتان هو عدد ضحايا حادث تصادم وقع بين صهري جمياه ومركبة كبيرة وأخرى صغيرة على طريق الخالدية المفرق بحيث تعاملت كوادر الدفاع المدني ونقلت الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي والمصابين إلى مستشفى الملك طلال العسكري للأسف اليوم نفقد من ستة من عز الناس علينا من بناتنا أربع بنات أربع بنات من زهوة بنات يعني يدمي القلب على هذا الطريق ليش ماهي وين لوزارة الأشخاص عندنا على هذا الطريق وندعو رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز أنه ينظر لهذا الطريق يعني ينصفنا ينصف المنطقة وتعتبر طريق الخالدية المفرق من الطرق الخطيرة والتي تتسبب بحوادث متعددة نتيجة عدم وجود لوحات إفشادية على الطريق عذا عن التشققات والبنية التحتية المتهالكة مفرق الخالدية هو أكثر طريق عندنا بالمفرق حاليا الخطر أكثريته سيارات شاحن كبيرة مثل ما أنت تشوف اليوم تعرض هذا الحادث الذي قدامك الذي وصلنا خبر أنه فيه ست وفيات السيارات الكبيرة تمنع الرؤية بالشارع لا يوجد عواكس لا يوجد مطبات لا توجد إشارة ضوئية لا يوجد شرطة تخفيف السير يوجد عائق كبير من هذه الشاحنات الكبيرة التي تغطي رؤية السيارات الصغيرة من الخلف والأمام إذن ما بين تهور السائقين وسوء الطريق الذي يسلكونه المواطنين تزداد أعداد الحوادث يوميا والتي تخلف عشرات الضحايا الأمر الذي يتطلب صيانة الطريق ووضع العواكس الإرشادية تجنبا لمزيد من الحوادث والضحايا من منطقة الخالدية في محافظة المفرق محمد أبو علوان رؤية ألقت الأجهزة الأمنية القفضة على شخصين ممن اعتدوا وعلى رقيب سير خلال محاولته القيامة باتخاذ الإجراء اللازم تجاه مركبات مشاركة في موكب عرس أغلقت الطريق العام في شارع الأردن بالعاصمة عمان يوم أمس فيما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن آخرين شاركوا في هذا الاعتداء ويظهر فيديو التقطه أحد المواطنين قيام مجموعة من سائقين مركبات المشاركة في الموكب بالتهجم على رقيب السير والاعتداء عليه بالضرب وطرحه أردن مدير الأمن العام لواء فاضل لحمود اعتبر أن التطاول على رقيب السير أثناء قيامه بواجبه الرسمي هو تطاول عليه شخصيا مؤكدا أن هذه القضية لن تمر مرور الكرام وطلب لحمود منتسبي الأمن العام بأن يستمروا في التعامل الحسن مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم مشيرا إلى أن هذه الحادثة لا تمثل أخلاق الأردنيين وما تم يغمس التطاول على زمالي لنبع كثرة تطاول عليه شخصي ولن يمر هذا مرور الكرام أمل أن لا يؤثر ذلك على معلوية الشباب وأن نستمر في مزيز من العطاء ومزيز من التضحية لنفع هذا الوطن وأن نستمر في التعامل الحسن مع جميع الأخوة المواطنين لأن ما تم ذلك لما تم لمامس لا يمثل أخلاق الأردنيين وتحود فكرر لن يمر مرور الكرام لأن ذلك بعتبر تطاول شخصي على جميع العاملين في جهاز الأمن العام وبعتبر تطاول شخصي شخصيا قرر وزير العدل تحويل قضية الحكم على المجلس الثادس والعشرين لنقابة المهندسين بتهمة إصدار مصدقة كاذبة إلى محكمة التمييز ونقلت مصادر عن نقيب المهندسين الأردنيين إشادته بقرار الوزير مؤكدا احترام النقابة للقانون واعتزازها بنزاهة القضاء الأردني وكان مجلس النقباء قد تدارس أمس القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بحبس أعضاء مجلس نقابة المهندسين السادس والعشرين ثلاثة أشهر بعد إدنتهم بجرم إصدار مصدقة لقبول عضوية مهندسين لا يحملون أرقاما وطنية ويتعلق هذا الحكم بمنتسبين نقابة المهندسين الأردنيين من أبناء الضفة الغربية الذين تعاملهم النقابة معاملة الأردنيين وينص قانونها على وجود مركزين لها في كل من عمان والقدس نفذ عدد من الطلبة الأردنيين الذين تقدموا لاختبار الثانوية العامة بالمدارس الليبية في اسطنبول اعتصاما أمام السفارة الليبية في عمان احتجاجا على قرار وزارة التربية والتعليم الليبية حرمانهم من شهادة الثانوية العامة الطلبة والأهالي المعتصمون التقوا بضابط ارتباط السفارة الليبية الذي طلب منهم أن يلجأوا إلى القنوات الرسمية عبر وزارة الخارجية ومجلس النواب لتقديم مذكرة للسفارة كي تتمكن بدورها لاحقا من مخاطبة المعنيين في الحكومة الليبية وكان وزير التربية الليبي قد قرر حرمان ثلاثمائة وأربعة وثمانين طالبا ممن تقدموا الامتحان الثانوية العامة في المدارس الليبية في اسطنبول من شهادة الثانوية العامة عقب انتهاء الجلسة الأخيرة من الامتحانات بذريعة إثارة الشغب عتبي وأسفي كله على مسؤوليننا ووزاراتنا وخاصة وزارة الخارجية التي لغاية الآن لم تتواصل مع السفارة الليبية في عمان على الرغم من معرفتهم لكامل الحقيقة وكامل القرار الكامل للقرار الجائر والظالم اللي يتعرضون لنا أبنائنا في اسطنبول وعتبي أكثر على السادة مجلس النواب اللي للأسف يوجهونا أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي يوجهونا إيش نعمل حتى نقدر نوصل الكلمة ونوصل المعضلة والمشكلة إلى السلك الدبلوماسي الليبي في عمان وإلى سعادة السفير الليبي أنا أسفي كله على وزارتي الخارجية ومجلس النواب الأردني اللي هم معنيين بهذه القضايا وبهذه المشاكل لإحقاق الحق وإيصال الكلمة الصحية إلى أصحابها 8457 إصابة بالسرطان في الأردن حتى عام 2015 من الأردنيين وغير الأردنيين حيث بلغت نسبة الإصابة بين الذكور الأردنيين 2670 إصابة و2880 إصابة للإناث جاء ذلك خلال مؤتمر عقده البرنامج الأردني لسرطان الثدي لإطلاق المسابقة الإعلامية العاشرة للتوعية بسرطان الثدي إذ بلغت الإصابات به 1143 إصابة للإناث و8 حالات من الذكور وتهدف المسابقة إلى إشراك الجهات والمؤسسات الإعلامية بعملية التوعية والتعريف بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة للسرطان بمختلف أنواعه واستباق الحالات الخطرة من خلال كشفها كشف بكر أنقض حياة سيدات عديدات من مجتمعنا الأردني هم اليوم ناجيات بيننا كملوا حياتهم بشكل عادي بشكل إيجابي صار عندهم عائلات واللي ما كانوا مزوجين تزوجوا واللي كانوا مزوجين صار عندهم أحفاد فهذا بأكد أن الكشف بكر مش بس ينقض الحياة هو حياة هو استمرار للحياة بنشجع كل سيدة اليوم ما عملت فحصها أنها اليوم ما تتأخر تقومت بإجراء الفحصات الكشف مبكر ومش بس هي تطمن حالها وتطمننا وتطمن كل أحبابها التنمر الإلكتروني كان موضوع مسابقة الملك علي للمسؤوليات الاجتماعية التي ينفذها الصندوق الأردني للتنمية برئاسة رئيس اللجنة العليا للمسابقة الدكتور عاطف عضيبات الذي سلم الجوائز الكبرى للفائزين في الدورة الحالية لهذا العام اللجنة العليا للمسابقة اختارت لها شعارا هو إساءتك تنمر لما يشكله هذا الموضوع من مخاطر على المجتمع والعلاقات الاجتماعية ولما له كذلك من آثار ثلبية ونفسية وصحية اعضبات بدوره خلال الحفل الذي جرى في مقر الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية بحضور أعضاء اللجنة أكد أن اختيار موضوع التنمر الإلكتروني جاء انطلاقا من أهميته وخطورته في ظل التطور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وما ينتج عن سوء استخدامها من إساءة واختيال للشخصية هذه المسابقة هدف الأساسي تعزيز قيم العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية خاصة لدى الناشئة من أبناء هذا الوطن لذلك تركيزنا دائما على طلبة المدارس اخترنا هذا العام موضوع للمسابقة قضية التنمر الإلكتروني لقناعتنا الأكيدة أنه الآن بدأت تتفشى في هذا المجتمع ظاهرة سلبية وهي الاستخدام السيء والاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة بدأت تؤثر على كثير من أبنائنا وخاصة الشباب وبدأت تغرر بالبعض منهم وبدأت تأدي إلى الانحراف لبعض الآخر بهدف الوقوف على مستوى الجهزية والاستعداد في التعامل مع الحوادث الطريق ومعالجتها نفذت كوادر مديرية دفاع مدني الطفيلة وبالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية تمرين إخلاء حي في مركز رعاية وتأهيل ذو الإعاقة حال نشوب حريق في أحد طوابق المركز فرضية التمرين الذي جرى على نشوب حريق في طابق الخدمات في المبنى تقوم على إجراء عمليات إطفاء وإخلاء المحاصرين من الطوابق العلوية عبر عمليات إنزال بالحبال إضافة إلى معالجة المصابين بإجراء الإسعافات الأولية في الموقع وتأمين وصولهم إلى المستشفى خلال فترة زمانية قصيرة لا تتجاوز 25 دقيقة ما ميز هذا التمرين اليوم الموقع اللي احنا فيه هو موقع تابع للتنمية الاجتماعية موقع لذو الاحتياجات الخاصة طبعا الموجودين هنا جميعهم اللي نزلهم لذو احتياجات خاصة طبعا هذا النوع من هؤلاء الأشخاص بدهم رعاية خاصة وبدهم خلينا أقول توجيهات خاصة إلا أنه من فضل رب العالمين ما شاهدنا اليوم في التمرين كان شيء مميز بدرجة الحرفية والاحتراف العالم من قبل مرتبات مديرية الدفاع مدني الطفيل هذه الفعالية التي قامت بها مديرية الدفاع المدني الطفيل في مركز الطفيل لرعاية والتأهيل تأتي للحرص الدائم من وزارة التنمية الاجتماعية على الجاهزية التامة في مراكزها الإيوائية تأتي هذه الفعالية أيضا حتى هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة فهم الأكثر حاجة للخدمة وأكثر حاجة للرعاية قال وزير الزراعة المهندس خالد لحنيفات إنه ستتم محاسبة المعتد على أملاك الدولة الحرجية في منطقة معين بمحافظة مادبة والمتهم باستغلال المنطقة منذ أكثر من عشرين عاما لغاية التعدين الرملي والصخري بغير وجه حق لحنيفات أدل بتصريحاته خلال جولته الميدانية إلى موقع مقلع الحجر والتعدين في منطقة معين التي تم فيها الاعتداء على ما يقارب 182 دنما من أراض تابعة لمديرية الحراج منذ عام 2004 وبحسب تقديرات جيولوجية بيّن رئيس مجلس محافظة مادبة أن القيمة التقديرية للتعدين من الأرض المعتد عليها تقدر بالملايين إضافة إلى الغرامة المترتبة على المعتدي والتي تقدر بنحو 400 ألف دينار للأمانة الأرقام التي لدينا مبدئيا أن هذا المقلع أو هذه الشركة التي تعود لأحد الأشخاص بغض النظر عن أنه متنفذ أو غير متنفذ نحن نتكلم عن مقدرات الوطن للجميع أنه من عام 2004 يعمل والاعتداء وقع على 182 دنم تم كتب ضبطات أكثر من خمس ضبطات في عام 2018 وبناء على حديث الوزير اليوم أنه تقريبا الرقم 400 ألف دينار يتم تغريمه وهذه قرارات محكمة لكن الآن هي القضية بحاجة إلى متابعة ولن يتم إهمالها أو تسكيرها بالطريقة العادية 182 دنم من أراضي الدولة يتم الاعتداء عليها لو على أبسط بعد استشارة الجيولوجيين والأشخاص المختصين لو تم استثمار هذا الشخص لعمق 10 متر هو متوسع عمودي وليس أوفقي لو استغل 10 متر بالمئة واثنين وثمانين أعتقد الرقم التقريب هو بالملايين بعد أن أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال تحرر باس الكتان في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنه لعدة ساعات على حاجز جبار الاحتلالي فيما استقبلته مدينة نابلس بمهرجان متأخر حضره المئات من أبناء المدينة الذين أشهدوا ببطولاته كانت هذه كلماته الأولى بعدما تبسمت له نسمات الحرية طبيعي جدا هذا الكلام من شخص قضى 15 عاما هي زهرة شبابه في الاعتقال بعد ساعات من الانتظار ومن التلاعب بأعصاب عائلته ووسائل الإعلام تبسمت الحرية للأسير باسم كتاني من مدينة نابلس على حاجز جبار الاحتلالي جنوب مدينة طول كرمة كنا بالقرب من باسل وسألناه عن الحرية تسألش عن المشاعر أي إنسان مهما بلغ من الأدب من الثقافة من العلم مش ممكن يصدق القول فأي مشاعر توصف الآن بعدما أحضن إمي أبو سئد أبوي ممكن أقدر أتكلم إنما في رسائل لازم توصل الحمد لله رب العالمين الثبات كويس أنا تركت شباب الرجال قادرين على واصلة المشوار بنتظروا الفرج مثل ما ربنا أنعم عليه أنا انحبست قبل 15 سنة وما كنتش غلطان ولا كنت طايش ولا كنت أعمى بالعكس أنا وأنا في السجن تأكدت أني كنت صح وراح أضل صح باسل تحرر في ذات اليوم الذي تحررت فيه عهد تميمي ووالدتها نارمان مماطلة الاحتلال أجلت الإفراج عنه حتى ساعات متأخرة من الليلة كل العالم شاف البطل الأيقوني عهد لما طلعت الساعة سبعة الصبح الحمد لله رب العالمين أنا بعتبر أيقوني مثل عهد التميمي في هذا الزمن في عصر الميديا في عصر الاتصالات بتمثل عين رائع جدا للنضار الوطن الفلسطيني ولدة باسل كانت أكثر المتشوقين لاحتضان ابنها وهي التي كانت تعاني على مدار سنوات وهي تتنقل من معتقل لآخر ومن مدينة محتلة لأخرى لزيارته الحمد لله رب العالمين هذه فرحة كبيرة كتير كتير كانت بالنسبة لي لأنه ابني طلع الحمد لله رب العالمين من مقابل الأحياء بعد 15 عام يعني تخيل أنت كيف يكون الواحد وبس طبعا الفرحة كبيرة كتير كتير الحمد لله ولكن في غصة كبيرة أكتر للأسرى المؤبدة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه يهيئ لهم صفقة مشرفة ترفع راسهم ويطلعوا كل أهل أسير يفرحوا الفرحة لأنه فرحان يتحاها بي الأسرى بتنمين روحهم باسل خرج رغم السنوات التي مرت لكنه يقول بأن هذه الأرض لن تتحرر طالما أن الزنازين لا تزال مغلقة على بقية الأسرى من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبره رؤيا تحدثت أنباء نقلاً عن عضو في الكونغرس الأمريكي سعيه لسن قانون جديد يحصر عدد الأجئين الفلسطينيين بأربعين ألفاً فقط التقرير التالي يضعنا في تفاصيل هذه القضية فيما يخوط الفلسطينيون صراعاً متواصلاً منذ سبعين عاماً حول قضية اللجوء تعمل الولايات المتحدة إلى جانب حكومة الاحتلال على شطب هذه القضية بالكامل لتتماشى مع التاريخ المزيف الذي ينفي عملية التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني حيث يسعى الكونغرس لسن قانون يعترف بأربعين ألف لاجئ فلسطيني فقط من أصل ما يقارب خمسة ملايين لاجئ أي لا تلاف بواحد بالمئة من المجموع الكلي في اللحظة الذي يتحدث في المفاوضات السياسية عن النمو السكاني للمستوطنين وعن التوسع الطبيعي للمستعمرات لا يتم الحديث عن الطبيعة التمدد والنمو السكاني للفلسطيني الذي وصل عدد اللاجئين إلى 5.2 مليون نسمة في دول العالم ويذوق الأمرين ويعانوا من قساوة الحياة والعيش في المخيمات سواء في لبنان أو سوريا أو الأردن أو باقي المناطق الدولية هذا استهتار في المنظومة الدولية استهتار في أخلاقية المؤسسات الدولية واستهتار في حقوق الشعب الفلسطيني والقرارات الدائمة لحق العودة الفلسطينية وبعد أن قلصت الولايات المتحدة من مساهماتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وأدخلتها في أزمة مالية دفعتها إلى إنهاء خدمات ألف ومئة وخمسين موظفا في الضفة الغربية وقطاع غزة جاء مشروع القانون هذا لإلزام الأونروا والضغط عليها للاعتناء بمن هجر عام ثمانية وأربعين بدون أبناء سلالتهم الأزمة الموجودة بالأونروا هي أزمة سياسية مغلفة بطابع مالي ولكن الهدف منها زي ما حكينا هو تنصل وكالة الغوث من الخدمات المقدمة للاجئين تمهيدا لسحب خدماتها للاجئين تمهيدا لشطب وكالة الغوث والقضاء على قضية اللاجئين الموضوع موضوع سياسي وليس موضوع مالي إحنا كلاجئين سوف نبقى متمسكين بالثورة الوطنية وبحقنا بالعودة ومتمسكين بالكرارات الأممية بالكرارات الأمم المتحدة هذا قرار يعني عدا عن أنه قرار يعني حق تاريخي للشعب الفلسطيني وأيضا فيه هناك كرارات الأمم المتحدة بتنص على عودتنا وعيني على تصويت الكنيسة على ما يسمى بقانون القومية والذي يقضي على حق اللاجئين بالعودة إلى أراضيهم حتى بدأ الكونغرس بالحديث عن مشروع قانون سيزيد من مآسيهم ويلغي جميع حقوقهم من مدينة رمالة المحتلة آية الخطيب رؤيا لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحكومة والتسبب بفجل فدرالي جديد إن لم يدعم الديمقراطيون مشروعه بشأن تمويل بناء الجدار على حدوده مع المكسيك وقوانين الهجرة يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات الكونغرس في تشرين الثاني المقبل والتي يرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي هو المسؤول الأكبر عن ترشح عدد غير مسبوق من المرشحين العنصريين لها ما حاولت أن تكرسه الولايات المتحدة عبر عقود مضت بأنها بلد الحريات وأرض الأحلام يبدو أن الرئيس الخامسة والأربعين لها على وشك أن يبدده فيغير طابعها الذي استطاع تعبره غزو العالم ثقافيا على الأقل البلد الذي أسسه المهاجرون يسعى رأسه اليوم إلى قطع أقدامهم فالرئيس دونالد ترامب يريد أن يدخل العظماء فقط إلى بلده وأن يبني جدارا على حدوده الجنوبية ويغير قوانين الهجرة ليسمح لمن يستحق بحسب تعبيره أن يدخل البلاد ملوحا بإغلاق الحكومة الأمريكية والتسبب بشلل فدرالي جديد إن لم يدعم الديمقراطيون ذلك في الكونغرس تهديد ترامب إغلاق الحكومة تكرر منذ مطلع هذا العام لكنه هذه المرة يأتي في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لإجراء انتخابات الكونغرس التي يرى خبراء أن عددا غير مسبوق من العنصريين والمتطرفين ترشحوا لها وعزوا سبب ذلك إلى وصول ترامب إلى سدة الحكم فوجد التطرف والعنصرية وتفوق البيض زخما جديدا له هؤلاء يرون أن استخدام ترامب غير المعهود لأمور مرتبطة بالعنصرية ومعادات الإسلام والخطاب المتعصب فتح الطريقة أمام ذلك رغم أنه كان في السابق كفيلا بإفشال أي مرشح مثل بول نالن الذي يتصدر السباق بين الجمهوريين في ويسكونسون ويصفه منتقده بأنه يريد أن يمنح القوميين البيض تأثيرا أكبر على الثقافة والسياسة رغم تبرو الحزب الجمهوري من نالن إلا أنه من المتوقع أن يتولى منصب رئيس مجلس النواب خلفا لبولد رايان تناقضات كبيرة بين تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ما بين تأسيسها من قبل المهاجرين وخطابها الرسمي اليوم تجاههم وأخرى أخطر بحصول مرشحين يؤمنون بتفوق البيض على التأييد ومراكز رسمية ما يعيد ملامح وقت مضى في تاريخها إلى وجه البلاد الحالي في جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار ومنها اللقاء العاشر حول سوريا ضمن صيغة أستانا يبدأ أعمله في سوتي وارتفاع حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى سبعة قتله بدأت أعمال اللقاء العاشر حول سوريا ضمن صيغة أستانا في منتجع سوتي في روسيا بلقاءات مغلقة على مستوى الخبراء على أن يليها اجتماع عام الثلاثة ويتوقع أن يركز اللقاء على النتائج الأخيرة لعمليات مكافحة الإرهاب إضافة إلى بحث الوضع الإنساني في البلاد بما في ذلك حالة النازحين والمعتقلين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عصابة داعش الإرهابية خطفت ستة وثلاثين مدنيا على الأقل من محافظة السويداء جنوب سوريا خلال الهجوم الذي شنته قبل أيام وأوقع أكثر من مئتين وخمسين قتل أدل المواطنون في جزر القمر بأصواتهم في استفتاء على إصلاح دستوري مثير للشدل يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه لولاية ثانية في أجواء من التوتر السياسي الشديد في ظل مقاطعة المعارضة أدل رئيس زمبابوي السابق روبرت موغابي بصوته في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ إجباره على الاستقالة في تشرين الثاني الماضي بعد سبعة وثلاثين عاماً أمضاها في الحكم أعلن الحزب الحاكم في كومبوديا بزعمة رئيس الوزراء هونسين أنه فاز بكل المقاعد في البرلمان غدات انتخابات تشريعية سيطر عليها النظام في غياب أبرز قوة معارضة ونددت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى سبعة قتلى فيما انضم جيش من الإطفائيين الذين جاءوا من أنحاء البلاد إلى الجهود المبذولة للسيطرة على سبعة عشر حريقاً كبيراً وفي خبر مختلف وبعد أن تأجلت لمدة يومين بسبب الموج العالي بشر الجيش اللبناني بعملية إنزال لمجموعة من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للجيش في بحر صيدة لإنشاء أكبر حديقة مائية في المنطقة تقرير التالي والمزيد دبابة تابعة للجيش في وسط البحر ولكنها ليست لعملية عسكرية أو أمنية إنما هي عملية سياحية فقد استيقظ سكان مدينة صيدة جنوب لبنان على إنزال لدبابات تابعة للجيش إلى البحر بهدف إنشاء أول حديقة مائية ذات فوائد سياحية وبيئية ست دبابات وأربع ناقلات جند قديمة تم إنزالها بواسطة رافعات ضخمة قبالة شاطئ مدينة صيدة في الموقع المخصص لها في البقعة الجغرافية المائية لإنشاء الحديقة التي ستشكل نواة الحاضنة البيئية البحرية ممثل جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدة قال إن هدف هذا المشروع هو توفير ملاذ للغواصين ومحطة لتكاثر الشعب المرجانية أما بشأن أبراج مدافع الدبابات التي وجهت نحو الجنوب إلى فلسطين المحتلة قال إنها تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المنظمون أشاروا إلى أن الحديقة المائية ستكون متاحة أمام الغطسين وهواة الغطس ومحبي سياحة البحرية والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق اشتركوا في القناة